ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه واليوم راح نشرح بعض النقاط اللي قد نكون غفلنا عنها في فيلم فيفيريوم وراح نشرح ايش علاقة طائرة الوقواق بهذا الفيلم وغيره من التفاصيل مثل الرقم تسعة واللي هو رقم البيت وبرضو راح نشرح ايش ممكن يكون هذا الحي السكني الغريب اللي عاشوا فيه فهيا نبدأ حرق للأحداث حرق للأحداث لما شاف الفيلم يضغط لايك ويتفضل يشوف الفيلم بعدين يرجع اول شي ايش يعني فيفيريوم فيفيريوم هو اسم يطلق على المكان او المحمية او الحاوية اللي يتم وضع كائنات معينة داخلها لغرض دراستهم او عمل تجارب عليهم بعد كذا عندنا طائرة الوقواق في الفيلم في بداية الفيلم تم عرض مشهد لطائرة الوقواق ولو ناسينه الان بتفتكروا لما احكي لكم هالقصة السريعة طائرة الوقواق يا جماعة من احقر وادنى انواع الطيور وطريقته في البقاء على قيد الحياة والتكاثر بشعة جدا هذا الطائر يأخذ بيضه وينتقل فيهم الى اعشاش طيور مختلفة غير فصيلته ويضع في كل عش بيضة بحيث الطائر صاحب العش ما يلاحظ الفرق بيضة واحدة بين ثلاث بيضات كده ما احد ينتبه وعلى هذه الطريقة لين يتخلص من كل بيضه ويوزعهم في اعشاش مختلفة وخلاص يرحل للأبد لحظة بس هذه بداية الجريمة يا حبيبي اصبر لسه ما نخلصنا لاحقا اول ما تفقص بيضة صغيرة الوقواق يقوم هذا الطائر الصغير بالتخلص من البيض او الطيور اللي معاه في العش يدفعهم خارج العش وبطبيعة الحال يموتون ليش سووا كذا بحيث ما احد يشاركه في الاكل ويصير العش ملك له وحده طائر قدر من صغره ومن شبه اباه فما ظلم المهم تجلس الطيور تأكله وتشربه على اساس ان ابنهم اليه يكبر نفس الطائر هذا لما يكبر رح يعيد الكرة وبياخذ بيضه وبيروح يرميه في عش غير عشه وتستمر السلسل طيب يا وجيه ايش علاقة طائر الوقواق بالفيلم فاكرين في بداية الفيلم لما جيمة خرجت من المدرسة ولقيت طفلة صغيرة حزينة وقدمها في الارض طائر صغير ميت وكأنه طاح من العش جيمة قالت للبنت عشان تواسيها انه ما عليش هذه الحياة وهذه طريقة سر الامور في الطبيعة ايش بنسوي وحبيبها لاحقا جلس يسخر منها لما دفن الطير وكأنه يقول اي ولئ انه شوية طائر مسكين حياته موته ما تعني لنا شيء كانوا يضحكون يعني الموضوع ولا شيء تافه هذا ببساطة قانون طائر الوقواق مهما ماتت الطيور الثانية ما يهم اهم شي هو يظل على قيد الحياة مهما كلف الامر خليكم فاكرين هالنقطة والمشهد هذا لانه هم مرة مهمين وراح نرجع لهم لاحقا في الفيديو نخش على القصة بشكل سريع توم وجيمة يحبون بعض ويبحثون عن بيت يشترونه عشان يكون بيت العمر او عش العمر واثناء تجولهم في مكاتب العقاري التقون بمسوق عقاري غريب اطوار يقنعهم انه يجون معاه لمخطط جديد وفيه بيوت مثالية ومناسبة لهم بطريقة ما لحقوا وراء بسيارتهم ووصلوا للمكان المنشود والمخطط كان عبارة عن بيوت متشابهة في الشكل وفي اللون وكل شيء زي بعض وقفوا عند البيت رقم 9 بالتحديد وبدأ ياخذهم هذا المسوق العقاري في جولة داخل البيت وفي نصف الجولة تركهم واختفى جيمة وتوم اصرم ما كانوا مرتاحين وقالوا يلا يا عمي جات من الله خلينا نمشي من المكان الغريب ذا شغلوا السيارة حاولوا يخرجوا من ذاك المخطط ما في فايدة مهما راحوا مهما طلعوا مهما نزلوا بيرجعوا للبيت رقم 9 في النهاية وبشرح لكم الان ايش قصة الرقم 9 وايش علاقته في اللوب الغير منتهي هذا رقم 9 يا جماعة من اغرب الارقام الرياضية وابغى منك الان تشغل الالة الحاسبة لو انك فاضي كده وجرب معايا هذه الامثلة العشوائية 9 ضرب 3 يساوي 27 السبعة والعشرين لو فصلناهم عن بعض بيطلع معانا رقمين سبعة واثنين ولو جمعنا السبعة والاثنين بيكون الناتج تسعة مثال ثاني برضو نوضح في الفكرة 9 ضرب 10 يساوي تسعين التسعين لو فصلناها عن بعض يطلع معانا الرقمين تسعة وصفر ولو جمعنا التسعة والصفر بيطلع عن ناتج تسعة طيب خذوا مثال شوية كبير 9 ضرب 199 يساوي 1791 افصل الارقام عن بعضها واحذف الرقم تسعة منها واجمع الباقي كل واحد لحاله ناتجهم رح يكون الرقم تسعة وعلى هالحال جربوا بانفسكم رح تتفاجأون انه رقم تسعة في كل مرة رح يظهر لكم حتى لو جربتم اعداد مرة كبيرة بطريقة ما لو تفصلونا الارقام عن بعض وتجمعونا الناتج رح يطلع معاكم الرقم تسعة في النهاية ممكن تسعة ممكن تسعة وتسعين ممكن تسعمية وتسعين اعلم انه الناتج بيطلع تسعة وهذا اللي حصل في الفيلم مهما طلعوا مهما نزلوا المنزل رقم تسعة رح يرجع يظهر لهم حتى لما حرقوا البيت لغرض انهم يرسلون اشارة استغاثة رجع البيت رقم تسعة سليم في اليوم الثاني ولا كأنه صار شيء هذا بالنسبة للرقم تسعة وليش تم اختياره بالتحديد من بين بقية الارقام طيب ايش قصة هذا المكان يوجيه وكيف ممكن يخرجون منه كل المؤشرات اللي شفتها وحللتها تقول انهم داخل محاكاة محاكاة يب محاكاة والمحاكاة والمكان هذا تم تصميمه بواسطة مخلوقات متطورين اكثر بكثير من البشر وحياة البشر او موتهم هنا ما تعني شيء لهذه المخلوقات هم مجرد تجربة مخبرية حتى لو لاحظتم كل شيء هناك ما له لا طعم ولا له ريحة خالي من الحياة الاكل هناك مجرد شكل وجرم يدخل في بطونهم ويسد جوعهم ويمكن تفتكرون مشهد الفراولة لما اكلها توم وقال انه ما لها طعم نهائيا حتى في مشهدهم وفي الشارع قال توم ما عمري حسيت بالرياح او الهواء او اي رائحة في هالمكان بس سيارتهم اللي فيها هذه الرائحة ريحة العالم الحقيقي حتى السحب نفس الاشكال كأنها نس خلص من بعض برض الصندوق والاشياء والطفل والاكل كانت تظهر في لمحة بصر من دون ولا يدرون من وين جاء وكأنه احض ضغط زر وخلاها تظهر لهم من العدم حتى البيت تم اعادة بناءه بعد الحريق بين عشية وضحاها ودون تدخل اي مخلوق والعشب كمان لما احترق احترق بطريقة غريبة جدا تشبه ماينكرافت والالعاب الغير واقعية والتراب كمان لو لاحظتم كأنه صلصال او مادة غريبة كل شي يوحي انهم في محاكاة او في مكان غير طبيعي او غير حقيقي والهدف الوحيد من وجود جيمة وتوم هناك هو تكاثر هذه المخلوقات الغريبة بمساعدة البشر والهدف اللي لازم يحققونه عشان يخرجون من هذه اللعبة او هذه المحاكاة هو انهم لازم يقوموا بتربية هذا الطفل الغريب والمخيف واللي ماهو بشر اصلا وبالفعل خرجوا في النهاية لما كبرى الطفل ولكن على شكل جثث الفكرة انه في نهاية المطاف قانون طائر الوقواق تم تطبيقه على البشر بالملي والبشر راح يربون هذا الطفل ويكبرونه والطفل هذا لما يكبر بيروح يستدرج اسرة جديدة ويخليهم يربوا طفل ثاني وهكذا بتستمر الحكاية ويستمر تكاثر هذه الفصيلة الغريبة من المخلوقات على ايدي البشر طيب للتوضيح اكثر في سالفة الوقواق فاكرين المشهد اللي تكلمنا عنه في بداية الفيديو مشهد الطفلة اللي لقي الطائر صغير ميت قدامها وكانت زعلانة عليه ونفسها تساعده ايش قالت جيما قالت جيما هذه الطبيعة وهذه للأسف الحياة وطريقة سير الامور يعني خلاصة كلامها ببساطة الطائر هذا حياته او موته ما راح تضرنا كبشر خلاص ايش نسوي هذه الطبيعة يا السلام عليكم افتكرنا هالمشهد الحين هيركزوا معايا في المشاهد الاخيرة من الفيلم لما كان تومي يحتضر في حضن جيما جيما صارت تترجل مخلوق الغريب هذاك اللي هم ربوه وكبروه وتقول له ارجوك ساعده بيموت رد عليها وبلا مبالاة وفيما معناه يعني طيب خلي يموت اشتخلني انا بمعنى اخر حياته او موته ما راح تضرنا احنا كمخلوقات متطورين انتو شوية بشر مساكين وتافهين نفس حكاية الطائر اللي كان طايح قدام الطفلة في بداية الفيلم بسبب طائر الوقواق طائر الوقواق يحط صغاره في حضن غيره عشان يكبرون وطوز في الباقيين يعيشون يموتون ما يهم هذول المخلوقات يخلون البشر يربون اطفالهم ويكبروهم وما يهم بعدها يموت البشري او يعيش طوز نرجع لموضوع المحاكاة او هل هم داخل لعبة او نظام معين كلنا جربنا نلعب لعب الفيديو سواء على الجوال او على البي سي او على البلاي ستيشن او اين كانت المنصة في الالعاب احياني يكون فيه ثغرة في اللعبة او قليتش الثغرة هذه لما تستخدمها قد تدخلك الى مكان ثاني في اللعبة او تخرجك خارج حدود اللعبة اللي انت مسموح لك تتجول فيها والعادة ما يشوف هذه الثغرات الا اللي صنعوا اللعبة وبرمجوها او بعض اللاعبين عن طريق الصدفة وبمجرد ما يدخلون او يستخدمون هذه الثغرة ايش يصير تحصل اشياء غريبة وخارج قوانين اللعبة اما طيران او انعدام جاذبية او عدم القدرة على التحكم او تلقى نفسك في مكان ثاني وغيره وفي النهاية بتضطر تسوي رسبون او ترجع لنقطة البداية او تعيد تشغيل اللعبة وترجع للمكان اللي مسموح لك تكون فيه طيب افتكرتوا شيء رينقابل بالغلط من هنا ولا من هنا بعد ما مات توم جيمة حاولت تقتل هذاك المخلوق الغريب ولكنه هرب بطريقة جدا غريبة واستخدم ثغرة في الحي السكني ودخل تحت الارض ولما حاولت جيمة تلحق وتستخدم الثغرة هذيك لقيت انه في ناس ثانين غيرهم ولكن في مستويات ثانية من هذاك المكان وجالسين يعيشون نفس التجربة اللي هم عايشينها وجالسين يربوا طفل مطف لهم بمعنى اخر جالسين يلعبوا نفس اللعبة ومحصورين داخلها ما طولت جيمة في الثغرة هذيك الا ولقيت نفسها رجعت من جديد للمكان المخصص لها خارج الثغرة محكا ولا مش محكا انتوا قولوا لي المهم مات توم وتم دفنه في القبر اللي حفروا لنفسه يا لسخرية القدر ولاحقا جيمة ماتت وتم دفنها برضه في نفس المكان واختفت اثار القبر تماما ورجع كل شي طبيعي زي لما تطلق رصاصة في لعبة على اجدار او اي شي وتلاقي الاثر يختفي في لمح البصر او بشكل تدريجي محكا ولا مش محكا لاحقا الطفل الضخم او الكائن الغريب هذا قدر يخرج من خارج المحكاة والحي هذا هذيك اللي كنا نشوفها في كتبه وبرضه لانه يقدر يفهم الاشياء اللي كانت تعرض على شاشة التلفزيون الاشياء هذيك ما هو مقدر للبشر انهم يفهموها اصلا كأنك جالس تحاول تعلم قطة جدولة الضرب او الحروف ما ينفع لو تحطه قدامها سنة ما رح تدريه ما رح تقدر تستوعبه المهم المخلوق هذا خرج من المحكاة والحي السكني بكل بساطة ومن دون لف ودوران يرجع لمقر مكتب العقار ويلقى ابوه او الشخص اللي من فصيلته يحتضر بكل هدوء وكأنه خلاص فاهم ومتعلم الخطوات اللي بيسويها يكفنه يطبقه ويرميه في الدولاب ولا كأنه صار شيء ويبدأ الان دوره في استدراج عائلة جديدة لهذاك المكان وارسال طفل اخر لهم علشان يربوه ويكبروه وعلى هالموال تستمر فصيلتهم في التكاثر مقابل موت البشر او عدم موتهم ما يهم مثل طائر الوقواق لما قتل صغار الطيور الثاني عشان فصيلته تستمر في التكاثر والحياة بس كده يعني برأي الفيلم كله على بعض يصخر من البشر وعدم مراعاتهم لاشكال الحياة من حولهم او من قانون الغابة الوحشي بشكل عام وكيف انه حياة الضعيف لا تعني اي شيء امام حياة او مصالح الشخص او الكائن الاقوى منه والقوي راح يسوي اي شيء عشان يحافظ على بقاءه وبقاء فصيلته مهما كلف الامر وبس كده نكون خلصنا المراجعة عن نفسي شفت الناس معطينا الفيلم تقييم خمسة او ستة من عشرة مدري هل لانهم ما فهموه ولا ما عجبهم او مش عارف ولكن انا عن نفسي عطيته تقييم سبعة ونصف من عشرة واشوفه يستحقها بكل جدارة ارعبني حيرني لاخبط لمشاعري ووصلتني رسالته الطفل والمحاكاة وفكرة انك عالق في مكان واحد او في لوب خالي من الحياة كلها وصلتني لحالة غريبة من الرعب وفعلا كانت تجربة مخيفة وممتازة جيسي وايموجين قدموا لنا ادوارهم بالشكل المطلوب وان كان جيسي هو جيسي اللي نعرفه في كل الافلام ولكن ما قصر والماثرات البصرية برضو كانت ممتازة كنا نتكلم عن عالم افتراضي وليس عالم حقيقي اركز اركز اه وبس كده اللي عندي اضافة الكلامي او تحليل مختلف وجهة نظر اضافية يكتبها لنا في التعليقات وتسعدني قراءتها والى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات كان معكم الوجيه بإمان الله